السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لابورتا ينهار ميسي يضع بارشلونة في ورطة كبيرة وضع الارجنتيني ليوني الميسي قائد فريق بارشلونة خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني في ورطة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية ويتجه قائد بارشلونة الى الارجنتين مساء اليوم السلساء على متن طائرته الخاصة الى الارجنتين من اجل الانضمام لمعسكر منتخب التنغل خوض بطولة كوبا امريكا دون ان يحدد مستقبله النهائي رفقة البلغرانة وينتهي عقد ميسي اثناء فترة تواجده في كوبا امريكا وهو ما يجعل للنجم الارجنتيني الحقية في التوقيع لأي فريق في سوق التنقلات الصيفية المقبلة دون لجوء الى ادارة بارشلونة وذكر صحيفة اسل اسبانية ان اخوى لابورتا قلق للغاية من فكرة رحيل ميسي عن بارشلونة في الصيف الحالي خاصة وان النادي لم يوفر المشروع الرياضي الذي وعد به النجم الارجنتيني مؤخرا وعلى الرغم من عدم تقديم عرض رسمي من قبل ادارة لابورتا لتمديد عقد ميسي الا ان النجم الارجنتيني لديه رغبة قوية في الاستمرار داخل كامبنو في حال توفير مشروع رياضي قادر على حصد البطولات مجددا في سياق اخر متصل ذكر موقع دون بالور الاسباني ان ميسي ما زاله هدفا لاندية مانشستر ستي الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي رغم كافة الانباء التي وردت مؤخرا بتجديد لبارشلونة وهو ما يجعل ادارة لابورتا في موقف صعب من تجديد عقد الارجنتيني اذكر ان ميسي انتهي تعاقده داخل ملعب الكامبنو مع نهاية الموسم الجاري ترجمة نانسي قنقر